الوسائل الإعلام كندية تؤكد أن الشرطة تتعامل الآن مع عملية احتجاز رهائن في مدينة مونتريال إذن نشاهد هذه الصور حيث تتعامل الشرطة مع عملية احتجاز رهائن في مدينة مونتريال إلى الآن لا توجد معلومات مؤكدة حول المكان الذي يتم في احتجاز الرهائن وعدد هؤلاء والجهة التي تحتجزهم لكن وسائل الإعلام كندية تؤكد أن قوات الشرطة تتعامل الآن مع هذه العملية دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل حولها يبدو في الصورة أن قوات الشرطة تقوم بإغلاق مربع أو تقاطع شوارع بسيارات الإسعاف تغلق المنطقة بشكل كامل الآن الكاميرا تتحرك نشاهد صور ربما لكأن هناك تحليق لمروحيات أيضا في سماء مونتريال إذن قد تكون هناك عمليات بحث جارية عن مجموعات مساندة أو مرتبطة بعملية احتجاز الرهائن إلى الآن لا توجد أي معلومات دقيقة حول هذه العملية لكن كل ما تسرب عن العملية بأن قوات الشرطة تتعامل مع تهديد حقيقي ومع عملية احتجاز رهائن في المدينة إلى الآن غير معروف طبيعة العملية وطبيعة الرهائن والجهة التي تقف وراء هذه العملية